من أحكام البيع أنه لا يجوز البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فقوله وذروا البيع أي أتركوه والأمر للوجوب فيحرموا الفعل قال ابن رجب رحمه الله حكى إسحاق بن راهويه الإجماع على تحريم البيع بعد النداء وقال ابن قدامة رحمه الله النداء الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النداء عقيب جلوس الإمام على المنبر فتعلق الحكم به دون غيره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر